في المعتقدات القديمة كان دائما الواحد تكي يقول للنساء حتى تكمل بالحمل والولادة ديالك تتسالي تدير 3 أو 4 ديال دراري عادي ممكن لك تعالج ليباريس وهدي وهدي من المسائل الخاطئة أو الخاطئة جدا فالواحد يجب يعالج ليباريس دياله قبل الحمل أو على الأقل من بعد الحمل الأول لأن في الحمل الثاني أو الثالث تيكون المضاعفات كثيرة وبعد أنه بس كانت تطروا أن ندروا عملية ودك السيدة تكون حامل وطبيعة الحال تيكونوا واحد المضاعفات فالسيدة المقبلة على الحمل يجب أن توجد راسك أولا يجب أن تنقص من الوزن يجب أن توجد راسك لهذا الحمل لكي يدوز بخير وعلى خير والمسائل الأخرى اللي كنعرفه أولا بزاف ديال النساء اللي كيجيوا في فترة الحمل المؤسف ما تنقدروش نعطوهم شيء أدوية لأنك تكون مملأماش الحمل ديالهم وكيمكننا نقطرحوا عليهم غير الجوارب الطبية أو شيء أدوية خفيفة وتنصحهم أن بعد الحمل أو الولادة يمكننا ندروا لهم تشخيص ونقطرحوا عليهم العلاج من المؤسف أن عدد كثير من هذا الدوالي كينقصوا أو كيخفوا من بعد الحمل والناس كتتهاون وكتخلي حتى الحمل الثاني أو الثالث عاد كتقدر تعود ثاني جيء في استشارة طبية فهذا هو المهم أن الناس خصة تعالج لفاريزيلا قبل الحمل أو على الأقل بعد ما تحمل وخاء هي بالنسبة لها رهم نقصوا وما بقوش باينين بالعين المجرد ترجمة نانسي قنقر